طب حدك شايف الوضع ازاي بقى طب انا هكلم الاول على النادي الاهلي نبدأ في النادي الاهلي موسماني طبعا يمكن البيانة اللي طالع من مجلس دارة النادي او من لجنة الكورة او شركة الكورة واللجنة التخطيط والكابتق محمود الخطيب الاجتماع اللي حصل من حوالي سبوع تقريبا كان فيه شوية ملحوظات واتقالت للراجل يعني من ضمنهم حتة الراحات السلبية الكتيرة الحقيقة وخصوصا في الموسم ده يمكن دي ما كانتش موجودة في الموسم اللي فات الحقيقة والحاجة التانية كلموه في حتة المباراة الودية للعيبة اللي لم تلعبش لان دي حاجة مهمة جدا مهمة جدا جدا أنا من النهاردة في لعيبة مثلا بتقعد تلات اربع شهور اللي فاتوا دولت ما بياخدوش فتنس المباراة الرسمية او المباراة الودية ودي اهم حاجة لو انت مرمتني عشر ساعات في اليوم وانا ما بلعبش تسعين دي او مباراة الودية او مباراة رسمية دي بتفرق بشكل معشان كده يعني عفوا يا كابتل المباراة الكريم فاكر لما بيقول بعض الناس بتقول لك احنا ايه لازمة المباراة الودية دي قلت له بص فيه كلام ما بيتردش عليه يعني فيه كلام والله ما تدوم يعني ولا تلتفت ليه أصلا لان بيبملوش معنى ده بالعكس يعني يمكن دي يعني متثبتة في النادي الاهلي بقالة فقط الرجلية جدا جدا طبعا يعني اللي احيان بتلعب مسلا جمعة في الودية بيبقى معمول حساب المباراة والدية يوم السبت وبعد كده اللي اتنين بياخدوا حمل المباراة تسعين دياب طول المباراة لو ترد بقى لحدك رد من عيين انت هم هيلعبوا مباراة فقط دية امتا اذا كان الفريق القوام الرئيسي لفريق النادي الاهلي ما بين المنتخب وما بين البطولات المختلفة اللي النادي الاهلي طرب رئيسي فيها ده احنا مش ملاحقين على المنشاط الرسمية حيب عندنا مساحة وقت اللي انت هو انت انت كريم لازم تجاهز اللعيبة اللي ما تلعبش لازم هقولك حاجة انتوا ليه لما بنيجي ندي حسام حسن او بنيجي ندي اي لعيب من المدلاء اللي برا ما بيبقاش مستوايا وده الطبيعي انا النهاردة بقالي اربع شهور ما باخدش فتنس مباراة ده الطبيعي اني بقى مستوايا كده لكن لو انا باخد تسعين دقيقة بتاعت مباراة تاني يوم مباراة رسمية خلاص انا بفت لما اجلعب بعديها بتاتة اربعة ايام لو انت احتاجتني لا هتلاقيني في التسعين دقيقة وهتلاقيني في فرمتي اللي انت اتعقدت معايا عليها يعني حسام حسن ده مفروض هدفت دوري موسيمين في سموحة لعيبة كتير انا باخد مثال لكن في لعيبة كتير لازم تديك حاجة وهو يمكن لما وجهوله الحتة دي الملحوظات ديت الحقيقة اعتقد ان يمكن هو اخد على نفسه لكن هي بالعكس الناس الاجتماع بتاع مبارا في بداية الاجتماع شركة الكورة رئاسة ياسين منصور الحقيقة ولجنة الكورة كانت موجودة الكابتن مصر صالح وزكريا ناصف حسام غالي كان موجود في شركة الكورة مع الكابتن محمود الخطيب في بداية الاجتماع الناس كلها بالاجماع بيجددوا الثقة يعني حتى مش تجديد الثقة لا استمراره يعني كلهم اراءهم كانت استمراره لتوفير طبعا الاستقرار والحاجات دي كلها لكن هو الرفض يمكن دي في ناس كتير على الفكرة ما تعرفش النقطة دي هي اتقالت مؤخرة بس اه بعد حتى اعلان رقمه عن النبي يعني هو اتقال 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 بارح وزيان بقولك يعني يمكن انتوا انتوا بتكلموا في البداية نهواند الحياة بتكلموا في حتة ان في ناس معه وفي ناس ضد لكن انا النهاردة لما بقى عارف المعلومة دي اعتقد دي تفرق لاني اه تفرق بشكل كبير جدا الناس لا ده بالعكس احنا الاستقرار بس هي اتقالت او تم اعلان عنها مقترنة ب المبرر يعني اللي اتقال الضغوطات الكبيرة او اللي هو كان متعرض لها من الادارة في النادي الاهلي ومن الجماهير ويمكن الجماهير كان بتشكل ضغط اكبر ده اللي اتقال في حاجة في حاجة كريم انت فاكر ان انت مدير فني للنادي الاهلي مش هتتتعرض لضغوط هو في نادي كبير في الدنيا ما بتعرضش المدير الفني بتاعه الضغوطات او انتقادات كمال ده بقول لك حاجة ده جاردون اللي هو مفروض افضل مدير فني في العالم لما خسر دول الابطال تاج ده مش بس انتقد ده يعني في هجوم هجوم جميل جدا بس ده ما منعش الناس تردوا الرد ده يعني برضو في البعض من الناس ده فكرها لا ما انا بقول لك انا بقول لك الناس لازم تعرف ايه اللي حصل بالزبط يعني بالعكس ده الكابت محمود الخطيب وشركة الكورة ولجنة التقطير كلهم كانوا مع الاستقرار وان احنا لقى مكملين والامور تمام هو الراجل بقى اللي اعتذر يعني هو زيان بقول لك هو اخذ على نفسه اولا مش مستحمل الضغوط مثلا الجمهور بعض الجماهية لما تيجي تتكلم مثلا في مستوى لان احنا برضو كلاجزم عشان بنكون بنتكلم بصراحة احنا من بداية اولا احنا عملنا بداية قوية جدا في المسابقة في الدوري قوية جدا يعني افضل بداية انت عامل سبع مباريات نتائج ايجابية فوز بكمان بسكور باداء بمتعة لجمهور النادي الاهلي السبع مباريات الاولين في المسابقة انت جيت بعد كده دقني الهيحة الحتة اللي هي انا بكلم في النقطة الراحة سابقية من اربع شهور من فترة كبيرة جدا وفي المباراة الودية اللعيب البديل ما بياخدهاش جيت بعد كده لا البدن بتاعك نزل لانك انت في 12 يوم راحة سلبية في 8 ايام في 4 ايام